تواصل معرض أهلا رمضان في دمياط استقبال المواطنين لشراء السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة وقال المشرف على المعرض أيمن الشبكي أن المعرض يضم مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك حيث يقام معرضين الأول بمدينة دمياط القديمة بإجمالية 15 منفذا والمعرض الآخر بمدينة دمياط الجديدة بعدد 30 منفذا بتخفضات تصل إلى 25% المعرض جودة رمضان بيعرض جميع السلع بأسعار مخفضة يمش رمضان زيود سكر شاي عصير بأسعار في متناول الجميع وأرخص بالسوق بـ 15-20% وده موجوده بجودة عالية جدا 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 وأرخص بالسوق بمرحل كدير وعندنا إقبال جماهيري كل حاجة هنا اللحمة بنباعة بـ 60 جنيه الكبدة بنباعة بـ 60 جنيه اللحمة الموزة بنباعة بـ 85 جنيه ودي أسعار مش موجودة بأي مكان عندنا اليمشاك كلها البلح ببدأ من 15 جنيه لغاية 30 جنيه عندنا عين الجمل والبندق واللوز بتكلم في 90 جنيه ناردة بعد مكان مي جنيه هي مبادرة كويسة يعني بالنسبة للناس وبالنسبة للأسعار وكلام من ده كويس العسعار هنا كويسة بالنسبة مثلا للبلح أو الطمر العسعار جميلة والرز والسكر السكر هنا بعشر ونص بره بـ 12 وبره بـ 14 أنا بشكر طبعا الدولة أنها وفرت الأماكن دية الأماكن دية للمواطنين البسطاء وطبعا أنا مبسوت والله النهاردة من الحاجات اللي موجودة هنا ما شاء الله هنا الأسعار حلوة جميلة أسعار اللحوم والفراغ وكل حاجة هنا كل حاجة ما شاءه والزيوت والسكر والشعرية والمكارونة والحلويات كل حاجة أنا والبلح والزبيب كل حاجة رمضان ما شاء الله كل حاجة جميلة وأسعار حلوة أنا جيت النهاردة أصلا على المبادرة اللي أنا سمعت عن نعم الرئيس جيت لقيت الأسعار كويسة جداً ولقيت سعر اللحمة 130 في 130 في 140 البلدي عن بره بكتير أسعار الطمر وأسعار كل حاجة كل حاجة المسيحية أحسن من بره بكتير ترجمة نانسي قنقر